35 طائرة صينية بتنزل يوميا بأوروبا بسبب يعني المشتريات فعليا من الصين وعلي بابا وما خلافه من هالأسواق هاي والإيباي أحيانا يعني وكتير من هالأسواق هاي اللي بتقدم منتجات رخيصة بقول لك انه هون فعليا في جودة منخفضة نعم لا قودة منعدمة مش منخفضة شوف سيدي الكريم الصين مثل ما تفضلت هي قوة اقتصادية عندها من جانب مواد رخيصة وعندها من جانب آخر مواد عالية الجودة يعني اليوم حتى الآيفون يمكن معظم الأجهزة اللي احنا اللي قاعدين منخلال صوتنا وصورتنا بأعلى جودة واللي بشوفنا فيها المشاهد والمستمع هي فعليا منتجات صينية بشكل أو بآخر ممكن فيه منتجات أخرى يعني ما بعرف صراحة لا فيها فيها حاجة في الصين على فكرة مختلفة عن أي حد يعني انت اللي عادي تصنع على الألم ده انت لما تروح للمصنع يقول لك عايزه بكام ممكن يعملول لك بعشرة سنت وممكن يعمله لك باثنين دولار نعم أو تلاتة دولار وبعدين هما بيدوروا بقى على الأسواق اللي ودوا فيها الحاجات فبالتالي سيد الكريم هلأ هون بيضل الموضوع عند المستهلك المستهلك مدل ما تفضلت يعني لما بشوف هذا الألم هذا الألم على سبيل المثال حقه يورو ونفس الألم حقه عشر يورو دوري فأنا بتجه للي حقه يورو بقول لك ليش لأخدت بالعشر يورو طبعا ما بيعرف انه احنا عم نحكي عن مستوى الألم يعني أو يا سيدي الكريم على مستوى سماعة هاتف سماعة الهاتف على سبيل المثال أنا هاي الأمور بس أنا بحكيك على تجربة شخصية أنا حساس بهذا الأمر جدا يعني أنا مسلا سماعة الهاتف فيه سماعة جميلة بتلاقي حقه بجوز خمسة يورو بس فيه سماعة أصلية أو الأورجينال تبع الهاتف والكتلاقي حقه أحيان بيوصل لمائتين يورو طيب معقولي أنا هاي سماعة وهاي سماعة هاي بتعطي صوت هاي بتعطي صوت بس هاي الجودة هاي مثل هاي الجودة هاي أبدا هاي سماعة بتئذي الأدن هاي سماعة استعمالين سلاسة بتلاقي الطريق السلك الداخل طبعا انتهى أو حتى إن كانت بلوتوث البطارية طبعا انتهت صلاحيطة أو خربت أو ما بتأخذ الاتصال بشكل صحيح فبالتالي سيد الكريم هذا الموضوع هو عبارة عن وعي ذاتي وشخصي لكل شخص ولكل مستهلك أنه فعليا هو يبحث عن المنتج طويل الأمد الذي يستخدمه مرارا وتكرارا لسنة واثنين وثلاثة يا سيدي على الأقل لسنة ما رح نقول أكتر من هيك فبالتالي دائما المنتج الرخيص عندما ترتشتري منتج رخيص حتما سيتلف بعد فترة وترتشتري مرة ثانية وتالتة ورابا لدي في حاجات بتتلف بمقرار ما أنت بتسيب المحل اللي بتجيبها منه يعني مثلا بالضبط يعني فبتكون هي أسلا يمكن بالأصل هي خربانة اشتريتها أنت بالأصل هي خربانة وخارج الصلاحية خاصة موضوع الألبسة موضوع كتير منتجات أو المنتجات الغذائية كمان يعني كمان هذا شيء خطير جدا يعني اللي بيسترخص وبياخد أمور صراحة فيها فيها مواد مصرطنة في مواد معدلة وراثية أو البلاستيكية هاي اللي أحيانا أنت بتجيب ألم بجوز ابنك بالبيت أو الطفل كذا يحطه بتمه يحطه كذا بكون هاي فيها مواد مصرطنة مواد سيئة يعني حتى مثلا دائما كل منتج لازم يكون آخذ المواصفات الأوروبية المواصفات الأوروبية والآيزو والمعايير الجودة هاي معايير عالية جدا فعليا هو الواحد يفترض أنه إراعي هذا الشيء قدر الإمكان لما بده يشتري أما وضوع مراقبة السوق وموضوع مراقبة التعرفة الجمركية بيقول لك أنه عراقة بدون يعملوا تعرفة الجمركية على 120 يورو يعني كون منتجات تحت المياه أو فوق المياه وعشرين يورو بتفع عليها جمرك الشخص تحت المياه وعشرين يورو ما بتفع عليها صح ولا لا تقريبا صحيح بالخبر مكتوب نعم يعني شوف أنت كمان حاجة تاني أنت كده بيتم عملية القضاء على الصناعات جوه النمسا النمسا تيها الحاجات لا تصنع بالشيء بس إلى حد ما يعني هنا المنتجات عندك بتبقى إلى حد ما عليها الجودة بس الحكومة اللي لازم تتحرك هو ليه بيضطر صحب المصنع هنا يقفلوا ويروح يفتح في الشيكاية ويروح يفتح في أقران لا والعمالة 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 ارتفاع سعر العمالة يعني أنت بتاخد منه تأمنات وضرائب ولم يتبقى للعامل شيء فهو ده اللي بيخلي المستثمرين يهربوا من هنا هل تستطيع أن تنكر يا أستاذ الكريم في نفس الوقت أن في الصين يوجد منتج سيء ولكن في نفس الوقت يوجد منتج جيد جدا وعندما تقارنه بالمنتج الأوروبي والذي يساويه بالجودة تجد المنتج الصيني ماذا؟ أرخص استيراد مع أنه مستورد مدفوع للجمارك أيها فبسبب الضرائع وبسبب العمالة المرتفعة وهذا كلام طبعا بيزيب من سعر المنتج فبالتالي يبقى الخيار الصيني خيار دائم وخيار وأفضل نعم